اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكد جلالة الملك المفدى حفظه الله خلال اللقاء على عمق العلاقات البحرينية المصرية الراسخة معربا عن اعتزازه بما وصل اليه التعاون الثنائي من مستوى متقدم بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين واشار جلالته رعاه الله الى اهمية تبادل مثل هذه الزيارات والتي تشكل دعما لمسيرة التشاور على كافة المستويات وبخاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة كما اعرب جلالته عن تقديره لمواقف مصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والداعبة لمملكة البحرين ولدورها المحوري في الدفاع عن قضايا الامة العربية ومصالحها وحماية الامن القومي العربي من جانبه اعرب الوزير سامح شكري عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بالروابط الاخوية التي تجمعها بالمملكة مثمنا المواقف العربية الاصيلة للبحرين ودورها المشرف في دعم مسيرة العمل العربي المشترك